زي ما تبعتم الحقيقة عايزة أقول لكم أيضا من ضمن الحاجات في أحدى النائبات البرلمانيات كانت موجودة في يعني أحدى طبعا الجلسات وكانت لتخذ إيديها بالدم وبدأت الحديث الحقيقة أنت حتابع في أماكن متفرقة سواء في أحزاب أو في برلمانات حتى أوروبية وأمريكية هناك الحقيقة يعني أخيرا إحساس بالإنسانية وأخيرا هم يشعرون بأن هناك قتل وإبادة موجودة نتمنى أن هذه الأصوات تنضم إلى أصوات الإنسانية الموجودة ويكون فيه فعلا وقف الإطلاق النار اللي مصر هي كمان الحقيقة بتسعى إليه يعني في ظل ما تمر به مصر من أزمات محلية وبتحاول أن هي تأوي اقتصادها وتشتغل بشكل كبير جدا على الشأن المحلي طول الوقت لكن القضية الفلسطينية هي من أهم القضايا والملفات الخارجية التي تعمل عليها وبها مصر طول الوقت هتلاقي أنه الخارجية المصرية المخابرات المصرية وأيضا رجال يعني رجال الشأن المصري بالشكل كبير موجودين طول الوقت يعملون على هذه الملفات لأنه في النهاية كمان ده أمن قومي لمصر وأكيد إحنا يهمنا جدا أن تعود القضايا الفلسطينية وأن يكون هناك حل للدولتين وأنه يكون هناك أيضا عدل وإنسانية بدل هذه الإبادة اليومية التي نشاهدها ما تبعناه من إنزال مساعدات عن طريق الجو من طبعا جسر جوي من مصر بأمر من السيد الرئيس وما نشاهده في العريش حضرتك لو رحت العريش العريش هي عبارة عن طريق طويل جدا من الشاحنات المصرية المليئة بكل المساعدات إذن مصر تحاول طور الوقت بكل الطرق برا وجوا أنها تصل إلى أهلينا في قطاع غزة غير الحل اللي مصر بتشتغل عليه الحل السياسي نأمل ونتمنى أن هذه الحلول بإذن الله يكون لها أي مردود وشأن وندخل الشهر الكريم بقليل من الهدوء والهدنة لأهلينا في قطاع غزة